تقدم متسارع تحرزه قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية في جبهتي مارب وشبوة جنوب شرقي البلاد فبعد السيطرة على مديرية حريب أشنت قوات من الجيش الوطني هجوما كبيرا على مناطق تمركز الميليشية في منطقة عسيلان وبيحان في محافظة شبوة وأفاد مراسل قناة بلقيس أن قوات الجيش التي تخوض هذه المعارك مسنودة بطيران التحالف العربين وصلت التقدم إلى مشارف جبل ابن عقيل الاستراتيجي وشهدت منطقة السليم شرقي عسيلان اندلاع معارك عنيفة تسعى من خلالها قوات الجيش الوطنين لقطع خطوط الإمدادات عن الميليشية هذا وقد أسفرت المعارك عن استشهاد شخصين وإصابة 12 آخرين من قوات الجيش الوطنين ومقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشية بالإضافة إلى تكبيدها خسائر فادحة في العتاد العسكرين وتكتسب معركة محافظة شبوة أهمية خاصة كونها إحدى أهم المناطق المنتجة للنفط والغاز في اليمن ترجمة نانسي قنقر